وحقيقة الأكثر زخم كان هو في شارع في طريق الشط بعدما خرجنا من تغطية كانت لإحتفالية في المدينة القديمة وهناك إذن وجدنا حقيقة حفاوة وغبال من أهالي مدينة القديمة وعبارة والله بالأمانة ربما تكون الشهادة مجروحة لكن هذه ما أشهد به قناة التلاصح هي قناتنا قناة التلاصح دائما هي في الموعد فلما خرجنا وبدأنا في طريق الشط من عندنا منها فجئنا بالكم الهائل من الناس الذين أبوا لن يشاركوا في يوم 17 طبعا أعلن قبلها بأيام بأن هناك نتيجة تحوال الجوية ستكون لإحتفالية يوم 18 فالناس أبت أن تخرج في سياراتها بأبنائها لتشارك في الاحتفالية نزلنا أنا بفريق العمل الأخوة يعني وراء الكواليس اللي حقيقة أحييهم من هذا المنبر كان لهم دور غير عادي الحنيين وكذلك المهندزين والمصورين وبدأنا نجري اللقاءات مع الناس طبعا في نقطة أنا كنت في الدرجة الأولى لا أتوجه إلى السيارات إلا لما أجد إشارة مني في السيارة يدعوني إلى المجيء يعني حلوة هذه يعني ما تمشيش ما تديرش لقاء إلا لما يشوف لوقو التناصح لأنه يشوف الميكروفون فيقولك نبي نتكلم والله تشوف أنت كانت هي عفويا بدون تنسيق نحنا جينا للشارع فكان يعني يمكن العبارة هذه دكتور محمود ذكرت أكثر من المرة يعني عبارتين حي الله التناصح قناة الثورة دائما أنتم في الموعد هذه كانت بالدرجة الأولى يعني وكانوا الناس خطارا أنت أنا كنت تتابع في الحلقة من بدايتها السؤال نحنا حتى لا يكون هناك مرة التوجيه ولا كذا ما هي مشاعرك في هذا اليوم بعد أن يؤكد يعني رهانة على فبراير يعود إلى الاستحقاق العاجل وهو مسألة كيف يكون الوضع مع مجلس النواب والمجلة على الدولة والمطالبة في سقاطر وعبارك وأكثر من يرددها الشباب هي أن يا حفتر يعني صعب عليك أنك تدخل ترابلس وكذا وتأكيد على هذا الأمر فالزخم كان كبير جدا جدا الناس كانت حريصة على أن ترسل صوتها وفتحنا المجال يعني حتى من ضمن الأشياء لما كنا في ميدان الشهداء لعل الحاجة خديجة المبروك كانت يعني تتحدث مع صلاح البكوش وقال لي عندها رغبة وكان يتسمع صوتها قلت للمنبر مفتوح وجلست في حوار عفوي جلست معنا في الميدان وتحدثت يعني كان لهذه الجلسة زخم كبير بكت المشاركة على سوشين ميليون إذن الناس حست بأن التناصح هي قناتهم وأن هي اللي ممكن توصل صوتهم والحقيقة يعني خرجت كل هذه الأصوات عبر قناة التناصح لتسمع في كل الدنيا نعم وحتى لما توجهنا في اليوم الثاني نحن كنا حريصين أننا من ركز على الميدان ركز حتى المداخل التي تدخل للميدان ففي شارع عمر المختار يعني كان لنا رصد المتابعة وفتح المجال للناس فهذا ما حدث يعني أيضا يعني قبول الناس للتناصح تفاعلها مع التناصح هذا اللي همني يا فرجاني نعم نعم يعني بالدرجة الأولى يعني أكثر ما نسمع حقيقة أنت تصور يا دكتور محمود هو اللي يتوجه لك لأنه ما ينظر لكش أنت في شخصك ينظر ما تحمل في يدك تحمل في لوق التناصح فهو بيجيك ويقولك بالله ينبين نوصل صوتي يعني عبارة تتردد كثيرا قناتنا قناة الثورة اللي دائما كان في الموعد يعني بارك يعني الحمد لله يزيد من حقيقة لما رجعتنا يوما للقناة بعد يوم يعني شاقنا والزملاء كنت نأكد أننا نحن والله المسؤولية تزداد علينا وزي ما تذكر دائما دكتور محمود أن المعركة معركة وعي والأداء من أدوات الرئيسية لهذه المعركة هي مسألة الإعلام فيا رب إن شاء الله نكونوا دوما يعني على حسن الظن وأن رب يعيننا أن نكونوا في الموعد في كل استحقاق تتطلب أثرة هبراية وتتطلب الوطن يا رب إن شاء الله ربي يحفظك فرجو ربي يتقبل منكم وتحية ليك ولكل إخواني وأصدقائي في التناصح اللي للأمانة لا حتى اللي ميشوفوش فيهم الناس والله العظيم يعني شباب يعني لما تلقى يا راجل المسؤول ولا المخرج يدين لك القهوة متاعك لما تجي يا راجل تلقى الشباب بسم الله ما شاء الله يعني حتى تقول لهم ما عليش يمنزيدوا شوية والوقت متأخر يقولوا لك برة يا دكتور أحني معاك عرفت يعني الله يحفظكم الشباب يقولوا لي في ذاك وأحني معاك ربي يحفظكم إن شاء الله للأمانة ني وأحيي كل الفنيين وكل المهندسين وأحيي الحقيقة حتى الشباب اللي في القهوة ولا اللي في البوابة ولا يعني الكادر الأمني يعني الحقيقة أرفع لكم القبة احتراما وأحسى الله أن يتقبل منكم ونقول لكم رأيكم على ثغر مهم جدا 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 رأي المعركة 75% منها إعلامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر